ينضم إلينا ضيفانا من الجزائر حكيم بوغرارة المحلل السياسي ومن مدينة ليل الفرنسية عبر سكايب الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليل الفرنسية دعني أبدأ معك أولا سيد حكيم بوغرارة من الجزائر أسباب وحيثيات رفض الجزائر القاطع لهذا الانقلاب السلام عليكم أعتقد بأن الجزائر من خلال رفضها للانقلاب العسكري في مالي هو يرجع إلى مواثيق الاتحاد الإفريقي وخاصة المتاق 2007 وكذا بيان الجزائر في سنة 1999 والذي يرفض رفضا تاما التغييرات السياسية والديمقراطية بالانقلابات العسكرية فالجزائر ومن خلال مبادئ الاتحاد الإفريقي تحاول مع العدد من دول أخرى على غيرات جنوب إفريقيا ونيجيريا إلى بسط الاستقرار والديمقراطية في القرى الإفريقية حتى تتفرغ للتنمية وتتخلص من مشاكل الإرهاب والتباعية للاستعمار القادم وعليه فالجزائر من خلال تشديدها على ضرورة عودة النظام الدستوري وأبو بكر كيطا إلى الحكم واستمرار فهو مبدأ صارق للجزائر ومنه كذلك تحاول الجزائر تأمين حدودها خاصة في ظل المشاكل التي تعرفها ليبيا وعدم الاستقرار على الحدود فالجزائر لا تريد فتح جبهة أخرى تمتد لمسافة 1400 كيلومتر على جيشها وعلى إمكانيتها المادية والاقتصادية وبتالي فبيان الجزائر اليوم كان واضحا وهو ضرورة دعم الاستقرار والتنمية في مالي وضرورة العودة إلى النظام الديمقراطي والدستوري نعم يعني ربما كان هذا الموقف يتماهى مع موقف الاتحاد الإفريقي وأيضا العديد من الدول الأوروبية دعني ابق معنا سيد حكيم دعني يتحول إلى دكتور يونس من فرنسا فرنسا الآن هل تتلقى مصالحها ورؤاها مع الجزائر في رفض هذا الانقلاب؟ تحية طيبة يعني أنا أظن أن الجانب الفرنسي هو فاعل مهم في القضية المالية ككل ولكن مواقفه من الانقلاد تبدو متسقة مع كل المواقف الدولية سواء كانت مواقف الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى المواقف المعلنة من طرف الاتحاد الأوروبي ومنظمة غرب إفريقيا هي رفض للطريقة التي تم بها الانقلاب علما على أن هناك تفهم فرنسي لدوافع هذا الانقلاب لأنه كانت هناك ديناميكيتين كانت هناك ديناميكية شارع الذي رفض تزوير الانتخابات رفض حالة الفساد السياسي والمالي التي كانت تمتاز بها طبقة السياسية ومن بينهم الرئيس ومظاهر البدخ التي ربما ظهرت مؤخرا في بعض التشجيلات لابن الرئيس كريم كيطة في إحدى اليخود ثم كانت هناك ديناميكية المؤسسة العسكرية من خلال إدانة مجموعة من القيادات العسكرية المتهمة إما بقضايا تعذيب ومرتبطة بقضايا حقوق الإنسان أو بقضايا فساد وكانت ربما النقطة التي أفضت الكأس هي إقالة الرئيس الأسبوع الماضي لقائد الحرس الوطني وهو يعتبر حاليا من بين القيادات الموجودة في دعم دكتور يونيس هل فرنسا تبحث عن مصالحها في مالي وهذا يحدد موقفها من هذا الانقلاب يعني الأولوية الأولى في مصالح فرنسا في مالي هي مسألة مكافحة الإرعاب هناك اليوم وجود عسكري لفرنسا في مالي 5100 جندي فرنسي موجودون في مالي هناك تنظيمات إرهابية عديدة موجودة في مالي يعني هناك في الشمال مثلا تنظيمات مثل أنصار الشريعة اللي هي تابعة للقاعدة هناك تنظيمات أخرى داعمة للإسلاميين تابعة للدولة الإسلامية حتى على مقربة من العاصمة بامارفو إضافة للعملية التي أنشأتها فرنسا اللي هي عملية بركان اللي هي تضم خمس دول في إفريقيا اللي هي تهتم أساسا بمكافحة الإرهاب والتطرب في منطقة الاستاحيل هذا هو الرهال الاستراتيجي حاليا بالنسبة لفرنسا ما الذي تخشى فرنسا دكتور يونس من حتى تفشي ظاهرة الإرهاب في الداخل الإفريقي؟ يعني القناعة الفرنسية حاليا على أن عودة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيطة أصبحت مستحيلة فأظن أنه سوف يتركوا جانب للمفاوضات مع من هم اليوم في السلطة العسكرية بغرض أن لا تؤثر هذه المرحلة على انتشار الإرهابيين بشكل أكبر وعلى استقوائهم في المنطقة فهذا هو الرهان الحقيقي بالنسبة لطرف الفرنسي لأن اليوم قم تم حصول الإرهابيين على المنطقة مثل مالي سوف يشكل ذلك خطرا كبيرا على باقي دول الساحل الإفريقي بوركينافاس وغيرها وحتى على الدول المغاربية ومن بينها الجزائر والمغرب وتونس فلذلك هذا رهان حقيقي وستراتيجي بالنسبة لفرنسا قمعنا دكتور يونس أعود مجددا إلى سيد حكيم من الجزائر يعني هنا حينما تتلاقى المصالح الجزائرية الفرنسية ربما هذا يقدم التقارب الأخير ما بين الجانبين لكن ماذا عن بعض الاختلاف في الرؤى بين الدولتين حقيقة هو في انشغال بالجانب الأملي لكن أعتقد بأن الدول الأوروبية وخاصة فرنسا تريد الحفاظ على مستعمراتها القديمة بكل الطرق فحتى ملف الإرهاب المتواجد في دول الساحل سحراوي من النيجر إلى بوركينافاسو مرورا بمالي أعتقد بأنه يثير الكثير من الشكوك فدولة مثل فرنسا منذ 2013 منذ 2014 تتدخل عسكريا في مالي لكنها لم تصل إلى نتائج منموسة واقعية فالتهديد الإرهابي ما زال قائما وقوات المينوسمة التابعة الأمم المتحدة وكذا القوات الفرنسية تتعرض للعديد من الاعتداءات وكانت ضحايا وهو ما يثير الشكوك كما أن الشعب المالي يتساعل عن دور الفرنسي في إحقاق التنمية ومساعدة الماليين على ضمان عيش كريم لماذا فقط الاهتمام بالملف الإرهابي الذي هو حقيقة على الواقع وله الكثير من الأخطار لكن معالجة فرنسا لدول واقعة في الساحة الصحراوي أكد أو أظهر الكثير من القصور وهو ما نبهت لده الجزائر والكثير من دول الجوار فالإرهاب ما زال في امتداد في هذه المنطقة والقوات الفرنسية عجزت تقريبا عن التدخل عسكريا ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في هذا الأمر والاجتماع الأخير مع الدول السبعة في فرنسا دعا ألمانيا إلى مشاركتها في هذا الأمر كما أن فرنسا تريد ضمان مستقبل طرواتها من الطاقة مثل ما أكد عليه الرؤساء السابقين لفرنسا فهم يقولون بأن فرنسا بدون الدول الإفريقية أو المستعمرة السابقة لن تساوي شيئا وأعتقد بأن الجزائر والموقف الجزائري والموقف الفرنسي يتفقان فقط في مبدأ مكافحة الإرهاب لكن الأمور على الأرض ففرنسا دائما تحاول دبلوماسية الحديث عن اتفاق الجزائر لكنها لم تساهم أبدا في تدسيد اتفاق الجزائر منذ 2015 وبقي الشعب المالي تعيها وأعتقد بأن هذه الأزمة المالية ستولد نظاما جديدا فالسفارات الأجنبية في باماكو تحاول الاتصال مع الطرف الأقوى في هذه الأزمة وعليه فنتوقع مستقبلا بروز الكثير من القوى الأجنبية التي تحاول الدخول إلى منطقة الساحل ومنها الصين والولايات المتحدة الأمريكية مع تضارب فرنسا في الحفاظ على مواقعها التقليدية إذن من الجزائر سيد حكيم بوغرارة المحلل السياسي ومن مدينة ليل الفرنسية وعبر سكايب الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية بجماعة ليل الفرنسية شكرا جزيلا ضيفانا